السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميسيز حنان الشريف. ياريت نعمل لايك واشتراك في القناة للناس اللي هي اول مرة تشاهد القناة. اه عندي النهاردة ان شاء الله هنبدأ في منهج كن نيكت اللي هو الصف الثاني الابتدائي. عندي اه ثيم ون. يونت ون. هو ام اي. من اكون. هو ام اي. من اكون. اول درس عندي. ميت ماي فاميلي. مقابلة عائلتي. الوحدة الاولى او الدرس. ميت ماي فاميلي. لسن ون. الدرس الاول. لسنينج اند ريدنج. لسن ريد اند رول بلي. وتبادل الادوار استمع واقرأ. وتبادل الادوار. جود ايفنينج. جود ايفنينج مساء الخير. طبعا الرد هيكون على التحية جود ايفنينج هتكون جود ايفنينج مساء الخير. this is my grandpa. this is my grandpa. هذا جدي. these are my friends. these are my friends. these are my friends. parents. parents يعني والدي. this is my cousin. وهذا ابن عمي. he is five years old. he is five years old. وعمره خمس سنوات. ياريت نرجع في فيديو عامله اه قبل كده في الفيديوهات السابقة. كان فيه اللي هو العائلة. اه الاسماء جده. اه تيتا. اه عمه. خاله. مرات عمه. مرات خاله. اه اه ابناء العمه او ابناء الخال. بنت العمه او بنت الخال او ابن العمه او ابن الخال. ياريت نرجع له كده ونشوف اه اه افراد العائلة بالانجليزي معناها ايه. yes vocabulary listen point and say. استمع وقشر وقل. family members. family members. افراد العائلة. grandparents. grandparents. اللي هما الاجداد. grandpa. grandpa. اللي هو الجد. grandma. grandma. الجده. جده. parents. parents. والدين. mother. mother. اللي هي ام. father. father. اللي هو اب. brother. brother. اللي هو اخ. yes. sister. sister. اللي هي اختي او اخت. uncle. 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 اللي هو ايه? عم او خال. cousin. 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 ابن العم او ابن الخال. او بنت العم او بنت الخال. طبعا الجمع بتاعها بضف لها اس الجم. cousins. cousins. ابناء العم او ابناء الخال. كده من الدياجرام ده بيبين ايه افراد العائلة. let's complete. yes. هنا language. بيقول لي. introduce others. تقديم الاخرين. listen. point and say. استمع وقشر وقل. بيقول لي هنا عندي. this is. this is. بمعنى هذا او هذه. وبستخدمها للاشارة للمفرد القريب. this is. this is. my friend. this is. my friend. هذا صديقي للمفرد. لما بشاور على شخص مفرد او شيء مفرد بستخدم this is. بمعنى هذا او هذه. عندي لما يكون انشارة جمع قريب بستخدم these are. these are. بمعنى هؤلاء. these are my friends. these are my friends. هؤلاء اصدقائي. في بعض الملحوزات هنا بيقول لي نوت. لاحظ. عند الجمع نضيف اس الجمع في نهاية الاسم المفرد. عندي singular بمعنى مفرد. وعندي بمعنى جمع. عندي يعني صديق مفرد. لما بحب جمعها بضيف لها اس الجمع. friends. friends. yes cousin cousin ابن العم او ابن الخال او بنت العم او بنت الخال. الجمع بتاحها بضيف لها اس الجم. cousins. cousins. تمام كده? yes. الغيت هنا واضح. let's complete. يلا نكمل. yes reading. يعني قراءة. look and read. انظر واقرأ. زي ما احنا شايفين هنا. family members اللي هما افراد العائلة. هنشوف القطع اللي عندي فيها ايه. let me introduce my family. خليني كده اقدم العائلة بتاعتي او اقدم لك العائلة بتاعتي. these are my grandparents. parents. هؤلاء اجدادي. هذه الجد والجدة. grandparents. this is my uncle. this is my uncle. وهذا عمي. his name is عمر. واسمه عمر. اسمه عمر. برتقالي. وهي لبسة. جيبة لونها او جونيلا لونها برتقالي. and a brown jacket. وجاكت لونه بني. look at my parents. look at my parents. انظر كده الوالدية. بابا وماما. father, mother and mother. اللي هي ايه. parents. my father is a teacher. and my mother is a nurse. بابا يا مدرس. ومامتي ممردة. my cousin مونا is eight. وبنت عمي او بنت خالي مونا عندها تمان سنوات. and my cousin مازن is six. وابن عمي مازن عنده ست سنوات. yes. لغيت هنا كده تمام. اوكي. let's complete. يلا نكمل. yes. listen to الدرس التاني. greetings. greetings. اللي هي التحيات. look read and say. انظر واقرأ واقل. good morning grandma. good morning grandma. صباح الخير يا جدتي. good morning dear. good morning dear. صباح الخير يا عزيزتي. طبعا لما حد بيقول صباح الخير التحية بنرد عليه بنفس التحية اللي هو رد جالهنة. yes. بعد كده. good afternoon. good morning طبعا صباح الخير بنقولها في الصباح. عندي تحية بعض الظهر بيقول ايه. good afternoon. good afternoon. good afternoon. good afternoon. good afternoon. اللي هي تحية بعض الظهر. اروى. نهارك سعيد يا اروى. good afternoon grandpa. good afternoon grandpa. yes. بعد كده. دي تحية بعض الظهر. اللي هي ايه. good afternoon. good afternoon. تحية بالليل او مساء الخير بقولها ايه. good evening. good evening grandma. good evening grandma. مساء الخير يا جدتي. good evening اروى. ردت عليها اروى بنفس التحية. بمعنى اه مساء الخير. good evening. yes. عندي good night. good night. good سعيدة يا جدي. طبعا اه رد عليها. اه جد اروى. وقال لها ايه. good night اروى. good night اروى. good night اروى. good night اروى. ليلة سعيدة يا اروى. فعندي هنا الخلاصة من الدرس بتاعنا ده. تحية الصباح بقول ايه. good morning صباح الخير. good afternoon اللي هي تحية بعد الظهر. good evening مساء خير. good night. تصبح على خير. او ليلة سعيدة. yes. الغيت هنا تمام. okay. let's complete. sing. غني. listen read and sing. i say good morning to my mom. and she says good morning to me. i say good afternoon to my grandpa. and he says good afternoon to me. i say good evening to my grandma. and she says good evening to me. i say good night to my dad. and he says good night to me. الخلاصة من الاغنية دين هي تحية صباح الخير. اي حد بحييني بتحية بحية زيها. good morning صباح الخير. الرد هيكون ايه. good morning. تحية بعد الظهر. good afternoon. هيكون الرد برضو. good afternoon. تحية بالليل. مساء الخير. good evening. والرد هيكون. good evening. تصبح على خير. good night. good night. والرد هيكون ايه. good night. let's complete. yes. هنا بيقول لي connect with signs. بارت. سنربط بقاء الجزء ده في signs. في شوية علوم. part of the day. اجزاء اليوم. lead and notice. اقرأ ولاحظ. عندي بيقول لي هنا زي ما احنا شايفين. the sun comes up in the morning. تشرق الشمس في الصباح. زي ما واضح في الصورة. the sun comes up in the morning. yes. بعديها. the sun is in the sky in the afternoon. the sun is in the sky in the afternoon. الشمس بتكون في السماء بعد الظهر. زي ما واضح في الصورة. بعد كده بيقول لي the sun goes down in the evening. the sun goes down in the evening. تغرب الشمس في المساء. بعدها. the moon is in the sky at night. the moon is in the sky at night. طبعا بيظهر القمر في السماء ليلا. ده بالنسبة لهنا عندي come. الكلمات المهمة في الدرس التاعنا ده. come up يعني تشرق. وعندي go down يعني تغرب. عندي كلمة sky يعني السماء. وعندي كلمة moon قمر. وعندي sun اللي هي ايه شمس. نوت بيقول لي لاحظ. لاحظ استخدام حروف الجر. بيقول لي in باستخدمها يعني في. حرف الجر in بمعنى في. باستخدمها مع in the morning في الصباح. in the afternoon تحية بعد الظهر. in the evening في المساء. وباستخدم ليلا باستخدم معا حرف الجر at night. listen three. الدرس التالت. story. new friends. أصدقاء. جدد. listen read and role play. استمع واقرأ وتبادل الأدوار. هاني and hana have new neighbors. هاني and hana have new neighbors. معهم هاني وهنا لديهما جيران جدد. عندي neighbor يعني جار والجمع بتاعها بضف لها اس الجمع neighbors. yes good morning I am Rana. صباح الخير أنا Rana. good morning I am Rana. أنا اسمي Rana. yes I am Rami. وأنا اسمي Rami. these are my parents. وهؤلاء والدية. this is my sister. وهازه أختي. طبعا هنا تعرف نفسها. I am Hana. أنا اسمي Hana. I am Hana. This is my brother Hany. I am Hana. This is my brother Hany. أنا اسمي Hana. وده أخويا Hany. طبعا لما بعرف نفسي بقول التحية الأول. وأقول إيه. I am. وأقول اسني. I am. وبعديها أول حاجة بقول التحية. بعد كده بقول اسني. يعني سبعرف اللي أنا عايزة. بعرفه مثلا. these are my parents. هؤلاء والدية. this is my sister. زي ما خدنا لما بشاور على مفرد. قريب هذا أو هذه. بقول إيه. this is. بقول this is. لما بيكون جمع بقول إيه. these are. جمع قريب. these are. هؤلاء. let's complete. Hany and Hana. want to play with Rami and Rana. Hany and Hana. want to play with Rami and Rana. Hany and Hana. يريداني أن يلعب مع Rami و Rana. عايزين هاني وهنا عايزين يلعب مع رامي ورانا اللي هما زي ما عرفنا هم اي دولة جيرانهم الجدد come and play this afternoon come and play this afternoon تعال ويلعب معنا بعض الظهر هاني بيقول لي مين لرامي رامي I can't I have to help my parents I can't I have to help my parents انا مقدرش يلعب معكم انا لا استطيع يجب ان اساعد والدي رد عليه هاني وقال we can help نستطيع ان نساعدك فهنا تصرف جميل من رامي ان هو بيساعد والديه let's complete هاني هاني ساعد رامي بعد كده قال ايه finished انتهينا انتهينا yes thank you let's play طبعا لما بحد بيقدم لي حاجة او بيعمل لي حاجة لازم اقوله ايه thank you شكرا لك let's play بعد ما خلصه هيلعبه طبعا let's play يلا نلعب yes meet my family ما زالنا في unit 1 the families are new friends the families are new now sorry are now friends اصبح العائلتين الان اصدقاء the families are now friends good evening مساء الخير yes these are my new friends رامي and رانا these are my new friends رامي and رانا هاولا اصدقاء الجدد رامي و رانا these are my new friends هاني and هانا زي ما احنا عرفنا رامي و رانا اخوات و هاني و هانا اخوات فبوضل ايه جيرانهم و والديهم yes ده رامي باباهم و مامتهم بابا رامي و رانا و هاني و هانا let's complete درس الرابع listen for phonics writing طبعا الجزء بتاع الصوتيات listen and read استمع و ردد ch بقولها ايه النطق بتاعها بيكون ch ch children 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 اطفال beach beach اللي هو ايه شاطر chicken chicken اللي هو ايه دجاج chips chips اللي هو بطاطس او chipsi yes بيقول لي هنا لاحظ ان حرف ch بانطقه ch ch sound ch بقوله ch sound كاني تهوشين بالعربي ch chaps chaps read and notice the short i sound يس اقرأ و لاحظ كده الصوت بتاع حرف i chaps 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 chicken chicken children children اللي هي ايه اطفال ch بانطقها ch children beach chicken chips chaps yes let's complete yes بابايا فان انا بنظم سريري yes بعمل بساعد في اعمال المنزل i help my family in the morning in the afternoon i help my family in the afternoon بساعد اسرتي بعد الظهر بعمل ايه i clean the house i clean the house بنظف المنزل i help my family in the evening انا بساعد اسرتي في المساء i help my family in the evening i wash the dishes i wash the dishes انا بساعد ايلتي في المساء بغسل الاطباب yes تعالوا شوفوا الكلمات المهمة في الدرس بتاعنا ده عندي كلمة help يعني وساعد make my bed يعني يرتب سريري احنا عارفين ان make بمعنى يصنع هنا تيجي بمعنى يرتب make my bed برتب سريري help يعني وساعد help يساعد tidy ينظم او يرتب tidy clean يعني ينظف clean ينظف wash يغسل wash يغسل وعندي كلمة dishes اللي هي ايه الاطباق let's complete يالا نكمل yes الجزء ده خاص بالماث بيقولي connect with math ده الجزء ده مرتبط بالماث زي ما احنا شايفين قالي look count and read انظر وعد وقرأ عندي هنا بيقولي the Hannah's friend's help المساعدات اللي قدموها اصحاب هنا في morning الصباح at school في المدرسة after noon بعد الظهر evening وفي المساء تعال نشوف عددهم كام جالي six children help in the morning ستة اطفال yes one two three four five six لغيت اخر الرسم البياني ده في ستة اطفال ساعدوا هنا في ستة من اصحابها او ستة اطفال ساعدوا هنا في في وقت الصباح morning yes عندي هنا بعد كده بيقولي four children held at school four children held at school اربع اطفال ساعدوها في في المدرسة one two three four لغيت هنا تمام زي ما مبين الرسم البياني موضح لي اربع at school وساعدوها في المدرسة yes afternoon تعال نشوف بعد الظهر كام واحد بيقولي seven children held in the the afternoon seven children held in the afternoon yes سبع اطفال ساعدوها في وقت بعد الظهر وزي ما موضح في الرسم البياني yes تعال نشوف في المساء evening nine children held in the evening nine children held in the evening تسع اطفال ساعدوها في في وقت المساء يزي ما موضح في الرسم البياني موضح لنا النسب بتاعت الاصدقاءها اللي ساعدوها yes let's complete لغيت هنا تمام parents mother father brother sister بعد كده عندي connect with science اشياء متعلقة بالعلوم عارفنا الشمس بتقولي the sun comes up in the morning الشمس بتشرق في الصباح the sun is in the sky in the afternoon الشمس بتكون في السماء وقت بعد الظهر او وقت الظاهرة بعد كده قال لي the sun goes down in the evening وتغرب الشمس في المساء the moon is in the sky at night والقمر بيكون في السماء في وقت الليل let's complete موسيقى سبع لا